فهنكلم كتير بقى كتير قوي عن اللي حصل النهاردة ليفربول تعادل مع برايتون 3-3 الموسم بالنسبة لليفر موسم حتى هذه اللحظة موسم سيء سواء على مستوى الدوري الإنجليزي أو حتى على مستوى انطلاقته في دوري أبطال أوروبا اللي بيحصل في الليفر هالكصة حكاية رحيل ساديوماني زي ما بيقولوا ساديوماني كده كده بيعاني مع باين أو باين نفسه بيعاني في الدوري الألماني بس هل المنظومة حصل فيها خلال ما هل كان فيه صفقات أو تدائمات المفروض الليفر يعملها هل يورجن كولوب الفترة الطويلة اللي عاشت مع الليفر دي النهاية أو ده خط النهاية ومفروض يرحل ويحصل تجديد دماء في المدينة الفنيين مع العلم أن يورجن كولوب يحمن أحسن المدربين في العالم ويبقى أحسن المدربين في العالم كلها أمور مطروحة وكلها أمور يتحدث عنها الإنجليز يتحدث عنها كل مشجيع كرة القدم في العالم وأكيد بأن يتحدث عنها إينا في مصر اتحدث عنها الان مع زميلنا العزيز دائما وليد الحديدي وليد مشرف ومنور ودايما بسعد جدا بتواجدك اهلا فيك كريم انا مبسوط ان انا معاك انا سعيد جدا اول مرة وقوفا معك ايه رأيك لا لا حاجة عظيمة حركة اه لا لا انا بحب الاكشن وانت مالك الاكشن يا حبيب تسلامني اهلا فيك كريم انا عايفي لحنا النهاردة هنتكلم في امور كثيرة جدا ووليد شايل لنا حكاية حلوة تخص ارقام اللاعبين في مصر هل هي ارقام مبالغ فيها ولا لا هل هي بالمقارنة بالارقام اللي بتتدفع في اوروبا وفي العالم احنا ارقامنا طبيعية ولا مش طبيعية هنتكلم في هذا الامر بس حبيت ابدأ معا طبعا بليفربول عشان حدث النهاردة حدث والتعادل كان مصير جدا مع برايتر اه طبعا يعني المتفق معاك في مشاكل عند ليفربول لكن انا شايف انه من ضيق النظرة ان احنا نحصر مشاكل ليفربول في ساديو ماني ورحيل ساديو ماني لان احنا النهاردة لما نتكلم شوية وانا حبيت برضو يكون كلامنا فني اكتر في تفاصيل خاصة بطريقة اداء ليفربول وتحديدا الطرق الدفاعية او المنظومة الدفاعية ليفربول اللي فيها خلال كبير اه الحقيقة الموسم اللي فات كان خادع ليورجين كلوب وكان خادع لقدارة ليفربول الموسم اللي ليفربول وصل فيه نهاية شامبيونز ديج وكان افضل من ريال مدريد في معظم فترات المباراة كان قريب جدا يكسب اللقب خادع ليفربول وخادع الموسم اللي وصلوا فيه حد اخر ربع ساعم الدوري الانجليزي كان هم ابطال الدوري الانجليزي لحد ما سيتي سجل هدف الفوز على الاستون فيلا خادع يورجين كلوب فكان المركاتو فقير جدا استخدم داروين نونس مهاجم وكارفايو حتى لما حبي يدعم خط الوسط جاب ارسر ميلو اللعب اللي غير موجود تقريبا مع الفريق فبالتالي المركاتو اثر جدا على اداء ليفربول الاصابات وابتعاد معظم اللعيب الاساسين عن مستواهم سبب اللي عيشوا ليفربول لحد تلك انا مستعرف جدا من فاندايك تحديد فاندايك والكسندر ارنولد واندر بيرسون كل لما كان بيلعب قبل الاصابة كل دول يعدوا انا فاندايك بالنسبة لي اللغز فاندايك فاندايك يعني فيه يعني كل دول طبيع اي لعب في الكون بيمور مرحلة السعود وهبوط في المستوى ده طبيع جدا بس فاندايك عنده كده ايه ستاندرد في المستوى يعني ما يقلش عن سبع من عشرة كده كده انا واقف بعرف ادافع في مشكلة انا فاهم من المنظومة كلها اللي فيها مشكلة ده اللي انت هتشرحه دلوقتي سباندايك كفرد في عنده مشاكل من ساعة الاصابة الحقيقة ما عادش فاندايك في مباراة ايفرتون طبعا الشهيرة ما عادش فاندايك ما قبل الاصابة فاندايك اللي كان احسن لعب في اوروبا وكان متصنف وكان بينافس ميسي على لقب احسن لعب في العالم ميسي وليفاندوفيسكي ما عادش فاندايك والحقيقة زي ما قلنا برضو لسوق حظ يورجين كلوب وليفربول ان كل الاعمدة الاساسية مستوى متراجع في نفس الوقت وهي برضو ظاهرة ما بتحصلش كتير لكن احيانا القدر بيعاقبك لما انت بتسيق التصرف او الغرور بياخدك او ما بتقراش الوضع كويس لازم القدر يعاقبك وده اللي حاصل لحد نبدأ بايه فاني بقى طيب يعني لو نبدأ مثلا بالحالات لو معنا صور بعض الحالات الدفاعية لو جاهز معنا عايز اشرح الهدف او الثلاث اهداف اللي احرزه النهاردة برايتون في ليفربول هتكتشف ان الاخطاء مقررة طول الوقت وما بتتحسنش وما بتتعدلش مثلا احنا في الهدف الاولاني اللي احرزه برايتون النهاردة برايتون كان بيلعب ثلاثة اربعة ثلاثة طريقة عادية يعني كلاسيكية ديزير باول مباراة ليه بيستكشف لسه الفريق المشكلة الاساسية في ليفربول النهاردة كانت في الجبهة اليمين الجبهة اليمين الدفعية اللي كان فيها الكسندر ارنولد واللي جنبيه المساج جوي المتيب وفندايك حتى لما كان بيدعم زي ما انت بتقول مستوى متراجع نشوف ازاي الاستلام بتاع الكرة من تروسار استلم طبعا الكرة بدأ بتشتيت يعني غريب جدا من الكسندر ارنولد وهندرسون الكنترول بتاعه كان سيء فاتقطعت فشوفنا ازاي في الوقت اللي تروسار ماسك الكرة على شماله لاعب اعتقد ده كان يمكن جروس وغير مراقب تماما تروسار كان عنده قرارين ياما يرقص ده ما هو عمل بسهولة جدا فراحة كلفة الكسندر ارنولد وقع وده انفرد تماما او بمجرد هيعدي الكرة كده بكعبه هيخلي زميله منفرد فين فندايك فين جوي المتيب مفيش اي تخطيئة وشوفنا طبعا الوقع والتسديد هنا معلش نرجع للصورة اللي قابل دي على طول هنا فندايك اللي انت بتتكلم عنه المفترض طريق جاريو هو كان عايز يحمل مرمى يبقى انه حارس تاني بس ده قرار غلط لانه كان لازم يجري ناحية اللاعب بشكل عكسي بشكل قطعي بحيث لو اللاعب سدد يبقى فندايك عنده مساحة قريبة يقدر يقطع فيها الكور لكن اللي حصل ان فندايك كان حساباته غلط اختلف معك فنان انه فندايك اولا هي سرعة الكورة هو ارنولد اتخذ في ثلاث ثواني وما كانش متوقع ان ارنولد يغلط الغلطة دي يعني هو دايما ارنولد اللي بيشايل الليلة كلها للناس اللي حواليه ايوا بالزبط كده تمام هو خده خلاص هو ده الراجل ده بتاع ارنولد وارنولد الطبيعي الف بيه كورة يعني الف بيه اللي احنا بيعلموه هنا حتى في اللاعب ايه في حتة في العالم تتاخد اللاعب تطلع بيه البرا انت داخل جوه قوي لجوه قوي تمام فندايك واقف بعيد جدا طيب هاتبقى الصورة اللي بعدها هنه هكامل معاك يا وليد بعد اذن يالله بينا كامل كمان هو الاختلاف بقى هنا ايه هنا بقى اه هنا بقى انت كنت تقول لي ايه فندايك كان ممكن يقرب عليه من من ساعة ما استلمت روس هارد الكورة اه وكان على واحد بس وكان فيه لعيد تاني فوضي كان لازم فندايك يقرب بشكل قاطعي يعني يدخل بقى اقصر مسافة ممكنة بخط مستقيم بحيث يقطع مصار الكورة ممكن ما يلحقش اللاعب بس داعش من فندايك هو الطبيع بردو اللي ابدأ كان يبقى بتاع متيب اكتر منه فندايك ما هو ما فيش متيب ما فيش متيب بعيد تماما تماما فالممكن الوحيد اللي مش هيلحق اللاعب مش هيلحق ترسار لكن ممكن يلحق الكورة يجري في اتجاه الكورة يعمل التاكلنج هنشوف طبعا التزديد يلا حسابات فندايك كمل كمل مدحقهاش لانه كان قاصد انه يروح يقفل المرمى مش هيلحقه الكورة اسرع منه لكن لو كان يجري في اتجاهها كان ممكن يقطع طيب في مصيبة تانية اكتر في الجونة التانية يعني طيب نروح ل دي طبعا فرصة ضاعة بنفس الطريقة برضو بيستلم ويلبيك نكمل الصور شايف ازاي التوزيع الدفاعي الكسندر ارنولد طبعا يعني متيب فندايك بعيد ورا اللاعب متيب بيبيع نفسه بيتزحلق فبيخرج برا الكورة الكورة بتيجي برضو لتروسار الفاضي تماما وطبعا انقذها آليسون بيكر في التزديد نشوف بقى الهدف دي كلها فرص متتالي كده كتوحد صف ثم الفرصة نيجي بقى للتحرك الرائع جدا بتاع استوبينا ولعب شايفين العرضية هدي الضغط فين الكسندر ارنولد وفين فندايك نركز بقى ونمشي كده الكورة راحت لمهارش نكمل تمركز فندايك كاريسي كاريسي ما هو انت يا اما هتاخد اللاعب في صدرك وده طبعا المدافع المبتدئ هو اللي بيعمل كده لكن لو انت فندايك ومدافع كبير واحسن مدافع في العالم يبقى تكشف التسلل ببساطة جدا هتيجي معنا صورة هتبين قد ايه فندايك كان بطيء جدا في كشف التسلل وده الفرصة نكمل الكورة طبعا بلمسة واحدة مرشة عملها بروعة استلم على طول وعلى شماله مداش فرصة سدد نشوف الصورة اللي بعد اهي دي لحظة التسديد الصورة اللي بعد دي لحظة التمرير الصورة اللي بعد اللي بعدها نجيب اللي بعدها اهو يعني فندايك لو كان عنده قاري التمرير او قاري اللعب هو بيعمل ده على طول بالمناسبة دي مش حاجة يعني مش حاجة خزعبلية كان كشف اللاعب وبالتالي فندايك يتحمى الجزء كبير احيانا والناس بطيء تفرج عندينا بنيتكلم على الكرة اللي افتلة لحد يقول لك اه شوفه بيعملها كتير لكن لو حد تاني عادي بالزبط كده عادي مش هنتكلم عنه نروح للكرة اللي بعد دي والحلق اللي بعد دي طبعا لازم كنا يعني نتفرج على الاسيست الرائع بتاع محمد صلاح الكرة لابها جوردن هندرسون وجوردن هندرسون ليه كلام معنا النهاردة هنتكلم بسرعة عن دوره الكرة طبعا تلعبك كده يعني تشيب من هندرسون طبعا الاسيست بتاع محمد صلاح والرؤية شايف باصص ازاي ما حاولش مسلا يعمل كنترول ويسدد شايف شايف بجنب وشه التحرك بتاع فرميني وطبعا من اللمسة الواحدة من احسن الاسيستات والله هو مش تطبيل لصلاحك لا لا اسيست بليستيشن ده واحد بيسر يلعب بليستيشن بالليل يعني انا لحد الوقت مش مفدق يعني محسنه مش قصده بس طبعا واضح انه هو قصد واضح اني شايف فده السستة صلاح النهاردة كان حاجة عظيمة جدا منروح بقى للهدف التالت والاخطاء المعتادة الكرة جاي من نين من ناحية اليمين فين فندايك بيغطي على مين المفروض فندايك هو اللي يكون مكان متيب مثلا ومتيب هو اللي مكمل جوه المنطقة نكمل الكرة طبعا الكرة تلعبت عرضية بسهولة جدا مفيش رقابة تماما ويلبك لوحده خالص مفيش فندايك ماسك مفيش طبعا متيب خلاص راح مفيش حد من نص الملعب نازل ميلنر ضامم لجوه قوي يعني المفروض ميلنر مايروحش على ويلبك ويلنر يكون مع تروسار ميلنر اللي نازل باك شمال هو اللي المفروض يغطي على تروسار ديزيربي قارى ده يعني ديزيربي حرق تروسار من الناحية لشمال للناحية اليمين عشان دي عشان قارى ان ميلنر بيعمل تخطيئة عكسية بزيادة لجوه الملعب ففضة طبعا وكان الهدف وكمان آلسون الحقيقة كان ممكن يعني يطلح يعني آلسون هي قريبة آه بس ما كانتش قوية آلسون اخدت ايدي كده ودخلت اعتقد انه يعني تلات اهداف يبينولك قد ايه المنظومة الدفاعية لليفربول مهترئة بكل ما تحمل الكلمة وده جوز كبير من الازم